نعم هذا بالنسبة للحيازات الزراعية والقطاع النفطي بعد تصريحات العمير التي وصفها البعض بأنه وزع الاتهامات يمنة ويسرة على الكثير طالبت العمير بتقديم المعلومات لديه وطالبت هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق معه وطالبك البعض بأن تقدم استجواب له كونك أنت نائب في هذا المجلس ما قدمت استجواب في الوزير بسبب القطاع النفطي الآن أنت مستعد لتقديم الاستجواب بسبب الحيازات الزراعية بسبب التوصيات التي لم يتزم فيها التوصيات إذا لم يتزم فيها موضوع تصريح وبالنسبة للقطاع النفطي راح تقدم استجواب أيضا أبو عاصم تكلم ما تكلم كأن شخص تنفيذي في السلطة التنفيذية بالدولة تكلم كأن نائب كأن ناشط سياسي كأن كاتب مقال أن هناك أرباب المناقصات المليارية بما معناه يريدون أن يعبثون في القطاع النفطي نعم إن كانت هناك مناقصات مليارية لأشخاص استعوذ على هذه المناقصات هل هي قانونية أو غير قانونية وإلا تكن قانونية لماذا لم تحولت المسؤولين للنيابة لماذا لم تحولت أصحاب هذه المناقصات للنيابة وإلا كلام ينقل على علاتها وخلاص نعم فالوزير لا تصرف مسؤولي على الموضوع ولم يوفق في هذا التصريح نعم ولذلك ستقدم للأستجواب إلى الآن قلت لك أنا بيني وبيني توصيات لجهة الحيازات الزراعية خالب الحيازات الزراعية قلت راح تصعد المنصة إذا ما لتزم بترفيذ التوصيات بالنفط بالنفط أنا ما أستقصد عليه الإعمال لشخصة نعم طبعا ما بيني وبيني شيء شخصي إن ثبت تجاوز بالنفط مو بس أهو أي وزير إن ثبت تجاوزها راح تصعد البنصة مو بس حي الأمير نعم ما راح مثلا ممكن يتهمونك بأنك تبي تستفيد من وراء هذا الاستجواب أنا لو كنت أستفيد من هذا الاستجواب كنت استجوبت عن الحيازات الزراعية من قبل سنة من اليوم لكن أنا كان يهمني أني أطلع بالحقيقة ومن خلال الحقيقة أطلع بحد دعش توصية أنا وزملاء أعضاء اللجنة ومن ثم نجزم الوزير بتنفيذها فالاستجواب بالنسبة لي ما هو أداة للابتزاز ما تقصد أداة للابتزاز؟ يعني كان فيه ناس يبتزون أو يستخدمون الاستجواب كأداة للابتزاز؟ طبعا طوال الحياة السياسية بالكويت فيه ناس أساؤل الاستجواب أو لهذه الأداة الدستورية والرقابية ما نقدر ننكرها شيء وفيه ناس كثير لو أحب الاستجواب واختفوا بعدها من تقصد بالضبط؟ كثير من النواب النواب السابقين؟ نواب السابقين وموجودين حاليا نعم أنا ما أقدر أنزه المجلس اللي أنا فيه ولا أقدر أنزه المجالس السابق نعم ولكن أنت هنا تقول أن أنت قاعد تمشي بالإجراءات القانونية أو يعني متدرج في الإجراءات لغاية ما توصل للاستجواب أنا متدرج حتى النهاية إلى أن أصغر الحقيقة وإن ثبت لي أن الوزير خالف لا شك نرح صاد المنصة